أيام قليلة وتكون البحرين على موعد مع استحقاق الانتخابي لا يزال فاقدا للشرعية في وقت تجتمع الإدانات الدولية لتلك الانتخابات لتصوب هدفها نحو إنهاء القمع الحاصل في البلاد وإطلاق صراح السجناء السياسيين ووضع الاستحقاق الانتخابي تحت الرقابة الدولية تلك المطالبات جاءت بعد الجهود الحتيثة التي بذلتها المنظمات الحقوقية لسيما منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ومعهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان BIRD والمنظمة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ECDHR مما دفع بالمشرعين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا والبرلمان الأوروبي إلى توجيه أربعة رسائل منفصلة أدانت فيها الانتخابات في البحرين وأوردت سلسلة مطالبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان هناك فكيف تجلى دور المنظمات الحقوقية في حث تلك الدول على اتخاذ موقف رسمي بهذا الشأن يجيبنا القيادي في حركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي أعتقد أن الأدلة الدامغة التي امتلكتها هذه المنظمات حصلت عليها من الضحايا، ضحايا التعذيب، ضحايا القمع السلطوي من الذين سحبت جنسياتهم، من النساء المغتصبات، من ضحايا القتل الجماعي والتعذيب، وأيضا الإعدامات، هذه المعلومات قدموها لهذه الجهات الدولية وبالتالي هذه الجهات كان عليها أن توازن بين دعم هذا المشروع الانتخابي الفاشل أو الوقوف والمطالبة باحترام حقوق الإنسان والتحقيق في مرتكوي الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالتعذيب صحيفة الڭارديون البريطانية نشرت في التاسع من نوفمبر تقريرا مفصلا حمل عنوان الانتخابات البحرينية تدان بعد فرض الحظر على المعارضة أوردت فيه مضمون ما جاء بالرسائل الأربعة المنفصلة التي وجهها المشرعون في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإرلندا والبرلمان الأوروبي كان في مستهلها مطلب إطلاق صراح المعتقلين السياسيين لا سيما الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فهل سيكترث النظام البحريني لموقف حلفائه وسيمنح الانتخابات شرعيتها ويقف انتهاكات حقوق الإنسان تحت الضغوط الدولية؟ إذا نجحت أنشطة هذه المنظمات الحقوقية مثل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين لديمقراطية وحقوق الإنسان في لندن وغيرها إذا استطاعت هذه المنظمات إيصال صوتها لهذه الدول وهذه البرلمانات فمن المؤكد أن العائلة الحاكمة في البحرين ستفهم أنها ليست أمام مجتمع مستضعف مظلوم لا يستطيع دفاع عن نفسه إن السلطات البحرينية تفشل مجددا في اتزاع نزاهتها وطبيضها لانتهاكات حقوق الإنسان من الدول الكبرى التي تتحلف معها فكيف تستطيع تعذيب وسجن قادة المعارضة والدعوة إلى انتخابات زائفة ومن ثم المطالبة باحترام المجتمع الدولي؟ اشتركوا في القناة